ان فيه وفد من حزب الدستور النهاردة الظهر وطبعا الحزب برئاسة الاستاذة جميلة اسماعيل رئيسة الحزب قاموا بمقابلة كريستين بيرجر وهو سفير الاتحاد الاوروبي لدى مصر وسلموا خطاب اعدوا المكتب السياسي لحزب الدستور رئيسة الحزب استاذة جميلة اسماعيل اعربت عن استنكار الحزب للموقف المعلن للاتحاد الاوروبي من ممارسات الكيان الصهيوني رغم ما لدى الاتحاد من مواثيق ومبادئ تحترم حقوق الانسان جميلة اسماعيل حقيقة استشهدت في هذا اللقاء بما ورد في خطاب الحزب واللي اودعته باللغتين عربي وانجليزي واكدت نحن في حزب الدستور نرفض موقفكم من جرائم الاحتلال في غزة ونطالبكم بموقف يعبر عن احترامكم للقانون الدولي والثوابت التي بني عليها المجتمع الدولي وحث حكوماتكم على التحرك العاجل في الامم المتحدة ومجلس الامن من اجل اجبار حكومة الاحتلال على وقف حربها المتوحشة على وقف حربها المتوحشة على المدنيين والبداية تكون من الوقف الفوري لاطلاق النار ضد الشعب الفلسطيني في غزة ده خطاب رائع توجه رائع ويخليك تقعد تفكر الحقيقة بيقين ثابت ودون حتى ان تذهب الى عمق شديد هنا تقدر تقول انه الحياة السياسية في مصر باحزابها المختلفة مولاة معارضة مش ده المهم هو حزب الدستور مولاة معارضة 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 جدا موقفه السابت من القضية العربية موقف مشرف هل يختلف موقف هذا الحزب او يتنافق او يتعارض او يبتعد عن الموقف العام لجمهورية مصر العربية بالرئاسة وكافة المؤسسات لا لا موقف محترم يشكر عليه ولكن ارجع اقول لك ولا شكر على واجب لكن برضو يشكر عليه موقف 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 موق